حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن شريد عن أبيه الشريدي بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليتي يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن الشريدي أن أمه أوصت أن يعثقوا عنها رقبة مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء نوبية فأعثقها عنها فقال أتبها فداعوتها فجاءت فقال لها من ربك قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعطقها فإنها مؤمنة حثنا وكيع حدثنا وبرو بن أبيد الليلة شيخ من أهل الطائف عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمر وابن الشريدي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقافية الطائفية قال سمعت عمرو بن الشريدي يحدث عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعري أميتا ابن أبيه قال فأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال هي حتى أنشدته مئة قافية فقال إن كده لا يسلم حثنا مكي بن إبراهيم حدثنا أبن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمر وعن الشريدي أنه سمعه يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس على عجوزه شيء رقده برجله وقال هي أبغض الرقدة إلى الله عز وجل حثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريدي بن سويد الثقافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي عاصمي بن عروة بن مسعود الثقافي أن عمرو بن الشريدي حدثه أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرجل فاجليدوه ثم إذا شرب فاجليدوه أربع مرار أو خمسة مرار ثم إذا شرب فاقتلوه حثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني عمرو بن الشريدي عن أبيه الشريدي بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار قال الجار أحق بساق به ما كان حتنا روح حدثنا حسين المعلم والخفاف أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريدي عن أبيه الشريدي بن سويد أن رجلا قال يا رسول الله قال الخفاف قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بساق به ما كان حان الضحاك بن مخلد أخبرني وابرو بن أبيه الليلة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة قال حدثني عمرو بن الشريدي قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الوجدي يحل عرضه وعقوبته حثنا أزهر بن القاسم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي عن عمرو بن الشريدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أستنشده من شعري أميتا بن أبي الصلت قال فأنشده مئة قافية فلم أنشده شيئا إلا قال إيه إيه حتى إذا استفرغت من مئة قافية قال كده أن يسلم حثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول سمعت شريد يقول أشهد لو قضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال فما مست قدماه الأرض حتى آت جمعا حثنا مهنأ بن عبد الحميد قال أبي كنيته أبو شبل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن الشريدي أن أمه أوصات أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فقال يا رسول الله أن أمي أوصات أن يعتق عنها رقبة مؤمنة عندي جارية نوبية سوداء فقال ادعوا بها فجاء بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعطقها فإنها مؤمنة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول قال الشريد كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أمعاك من شعري أميتا بن أبي أصلت شيء قلت نعم فقال أنشتني فأنشدته بيتا فلم يزل يقول لي كل ما أنشدته بيتا إيه حتى أنشدته مئة بيت قالا ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكته حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قديم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجذوم من ثقيف ليبايعه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ائته فأخبره أني قد باعته فليرجع حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا عبد الله أبوي على الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه وأبو عامر قال ثنى عبد الله ابن عبد الرحمن ابني على قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بيساق به من غيره قال أبو عامر في حديثه المرء أحق حان عبد الواحد الحداد أبو عبيدة عن خلاف يعني ابن مهران حدثنا عامر الأحول عن صالحي بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عجّ إلى الله عز وجل يوم القيامة منه يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع يعقوب بن عاصمي بن عروة يقول سمعت الشريد قال أشهد لا أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى آت جمعا وقال مرة لو قضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فما مست قال أبي حيث قال روح وقضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاه من كتابه حان روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرولا في أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع إزارك قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتستاك ركبتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن قال ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أن صاف ساقيه حتى مات حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو راقد على وجهه فقال هذا أبغض الرقادي إلى الله عز وجل حسنه شيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد باعتك حسنه سفيان بن عينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أوي عن يعقوب بن عاصمين أنه سمع الشريد يقول أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن فما رؤي ذلك الرجل بعده إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أوي إلى أنصاف ساقيه حسن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه إن شاء الله أوي يعقوب بن عاصمين يعني عن الشريد كذا حدثناه أبي قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال هل معك من شعري أمية شيء قلت نعم قال أنشتني فأنشدته بيتا فقال هيه فلم يزل يقول هيه حتى أنشدته مئة بيت حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم حدثنا عمرو بن شعي بن حدثني عمرو بن الشريدي عن أبيه الشريدي بن سويد قال قلت يا رسول الله هذه أرض ليس لأحد فيها شريك ولا قصم إلا الجوار قال الجار أحق بساقبه ما كان نعم ترجمة نانسي قنقر